سوفدت كل فرص إنعاش الاتفاق النووي جزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بذلك ورأى أن إكرهات المرحلة تقتدل أخذ بقاعدة ما لا يترك كله لا يترك جله طرح بوريل مقترحاً على الطاولة قال إنه غير مثالي لكنه ممكن على الأقل والممكن هو المطلوب لتفادي أزمة نووية خطيرة بحسب المنصق الأوروبي لم يشر بوريل إلى مضامين مقترحه لكنه قال إنه يتناول بالتفصيل الدقيق كل العناصر الأساسية ويشمل تنازلات حصل عليها من كل الأطراف بشق الأنفس وجزم الرجل بأن لا تنازلات مهمة أخرى يمكن أن تنتزع بعد ترد إيران على هواجس الغرب بأن لديها رغبة جادة في إحياء الاتفاق لكن الوقت لا يداهمها في ذلك فوفق المفاوض الإيراني علي باقري لدى بلاده أفكارها الخاصة سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات وذلك لن يكون سريعاً نزولاً عند التغطي الغربي تشد الطهران ومجدداً ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بكرة تعثر المفاوضات في ملعب الغرب هو رهن فك العقدة بوجود ما وصفه بالإرادة الحقيقية لدى الطرف الآخر معتبراً أن موقف بلاده منطقي بيد أن منطق إيران الفعلي في كل ذلك وفق مخاوف غربية فهو كسب المزيد من الوقت لبلوغ العتبة النووية فقد حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز من أن تطوير الطهران لأجهزة طرد مركزي متقدمة يعني أن الوقت الذي ستحتاجه لصنع قنبلة النووية بات وجيزاً بل وجيزاً جداً